السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير في شهر رجب شعبان شعبان ان شاء الله وإحنا قريبين على رمضان ونتمنى لكم حياة سعيدة وهانئة اينما كنتم وقت ما كنتم بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم هنتكلم على التنمية وده مشروع يعني موضوع كبير جدا ومعتقدش انه مشروع جديد مشروع كلمة الناس كتير جدا لكن ايه العلاقة ما بين التنمية والتعريح عامل التعريح اللي بتغير المجتمعات بتطلع مدن وبتروح مدن وبتضيع عاثار وبتقى في صحروات الى اخرى الى اخرى اما التعريح من التعري لو الانسان يمشي عريان في الشارع فده عمل غير محمود عمل يعتبر منافي للاخلاق وللضوء الكريم اما واحد يقرق علينا اما واحد تنزل علينا فدول بيعرضوا نفسهم لماذا للاتهامات بالمرض او بالجنون بيعرضوا نفسهم للاعتداءات فبيصبحوا يعني ضعاف قدام المجتمع وهكذا بيعرضوا نفسهم للاقتصاب فالعلاقة ما بين التنمية او التعريح الانسان وده نقطة يمكن لبعض الناس فيكو يقول له ايه زخل اللي واحد مش عريان او التنمية الذي لا يؤمن بالتنمية هو ذي الانسان اللي مش عريان ملط سواء كان رجل او امرأة ويصبح عرضة لأي اتهام لأي مرض لأي اعتداء ها قد يؤدي الى اغتصابه او اغتصابها او الى انهاء حياته فلذلك الانسان المجتمع الذي يؤمن بالتنمية الذي لا يؤمن بالتنمية هو ذلك الشخص الذي اصبح ووضع نفسه او نفسها ووضعت نفسها في حالة حالجة جدا 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 في حالتها داخل المجتمع دي العلاقة التنمية بالنسبة لي ما هياش مجرد مشروع وانا كنت قلت الكلام ده قبل كده هو برنامج متكامل ها الاطراف معمول من معدة مشاريع كل مشروع بيؤدي لخدمة جزء من او قطاع من قطاع المجتمعات لحنا لو دخلنا على قرية او دخلنا على حي فبيكون في القرية دي فيه قطاع الصحي القطاع الزراعي القطاع التجاري القطاع المهني القطاع المياه قطاع مياه الشرب قطاع كل هذين اشياء فانا مخش في القرية دي كلها بعمل مشاريع مختلفة تخدم كل قطاع من اجل عمل برنامج التنمية المتكامل اللي هم نتكلم عنه فالتمامش مشروع والتمامش مبادرة المبادرة جزء من المشروع والمشروع جزء من قطاع المشروعات اللي بتخدم جزء معين داخل برنامج التنمية اللي بيكون من خمس سنين لعشر سنين او خمس شهر سنة نلاقي لوقتي للشباب كلهم اللي بيسمعوا كلكم شباب بإذن الله سبحانه وتعالى البنات والأولاد أنا عامل بعض التعريفات قططتها هنا اللي أنا بشجعك على أنك تعمله تعرف الشيء بما تراه مناسبا لك وما ترى نفسك قادرنا على فهم مجرد ما فهمت أنت عايز تعمل إيه أنت حط التعريف مش أنا فقط أو فلان أو فلانة أصحاب التعريفات لأن التعريفات اللي أنا بحطها دي كلها ما هياش قرآن ما هياش وحي من السماء ما هياش شيء أنزل علينا لا هو مشاعر وخبرة بنحاول نحطها علشان نسهل الأمر لك أيها الشاب وهي الشابة لك أنك تستطيعوا أنه أنت تكونوا تقودوا قطاع التنمية أو تقودوا قطاع المجتمعات يعني أنا بشجعك دلوقتي من الآن للشباب أنهم يكونوا عندهم القدرة والثقة بنفسهم على أنهم يعملوا يدعوا هذه التعريفات ويناطحوا أصحاب التعريفات بأقوالهم وراءهم وأفعلهم فيها تعريفات كثيرة جدا للتنمية بعض التعريفات هي عملية النمو التنمية هو النمو أنا بصلت في جسمي أنا لما والدتني أمي كنت لسه أقل من طفل يعني مش عارب يسموه إيه أحبو يعني كان جزء لم ينمو بعض عشان أمشي لكن لأن وفي أنفسكم أفرد بصلون يعني الواحد ينظر لنفسه وهو صغير وإزاي نمو نمو طبيعي من خلال الأجهزة التي وضعها الخالق داخل هذا الجسد نجد أن إحنا كل حياتنا فيها تنمية تنمية فكرية تنمية عضلية تنمية رؤف الرؤى إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره أبداك وبعد التعريفات الأخرى أن أنا أتكلم فيها هي من الحاجة إلى الكفاية يعني أنا محتاج خلاص يبقى أنا أحول حاجة المجتمع دي إلى أنا أحكف المجتمع اللي عندي هي من الرجاء بترجاك وبستجديك إلى العطاء بحول هي عملية تحويل مجتمعية عملية نمو مجتمعي من الاستبداد للحرية أنت عندك مجتمع بيحكمه أواصل الاستبداد والأسف فأنا بحاول آخر المجتمع ده من هذه الحالة الخوف والرعب إلى حالة الحرية من المهانة إلى الكرامة يعني إذا خلاص بقى كفاية كفاية إهانة حافظ على كرامتي وبضع أسر لكي يأحمي كرامة كل فرد في الشعب من الظلم إلى العدالة من الظلم إلى العدالة إحنا عايشين في حالة ظلم عايزين ننطبق العدل في هذا المجتمع من الحرفة إلى الصناعة أنا حرفي أنا حرفي عايز أحول هذه الحرفة من مجرد أن أعمل حاجة بإيدي إلى تطلع مصنع وتطلع مصانع وتطلع أبحاث إلى آخرين من التعلم للمعرفة أنا عايز أتعلم عشان أكون عندي المعرفة التي أقدر بيها على أني أعلم الآخرين أو أبني بها المجتمع ومن التدريب إلى التمكين بتدربني عشان إيه؟ عشان تمكنني وتمكنني عشان أكون عضو نافع في المجتمع من البحث إلى الاختراع أنا ببحث عشان أختلع مش ببحث عشان أطلع ورقة ويقولوا أنه فلان عمل كتاب وكتابين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة من العمل الإنتاج أنا بشتغل ليه؟ عشان أنتج يعني أقيس عملي بمقدار إنتاجي مش فقط الإنتاج الإنتاج الذي يحتاجه المجتمع الإنتاج المفيد من الكساد إلى الراج أنا عايش في المجتمع في كساد في ركود عايز أخرج بالمجتمع ده من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى وزي ما هو مكتوب هنا هو هو تغير الشيء من مرحلة إلى مرحلة أفضل التنمية معنى أنه بتغير حال المجتمع بتغير حال الشعب بتغير حال الأرض بتغير حال الصناعة بتغير حال التجارة من مرحلة إلى مرحلة أفضل من الهدم إلى البناء دخلت أنت مثلا في بلد زي البلاد في سوريا دلوقتي أي مكان في سوريا مهدومة عايز أبنيها يبقى لازم حط برنامج لبناء هذه المدن من الجهل العلم أنا جاهل مش متعلم أبويا جاهل مش متعلم على الأقل هو عرف أن الجهل الشيء مش جيد فلابد بيحطوا كل الإمكانيات لكي يتعلم أبنائه من الفقر إلى الغنى هنعيشتوا عمنا فقرة؟ لا مش هنعيشتوا عمنا فقرة هنغير هذه الحالة يبقى التميه هو التغيير من الأقل إلى الأحسن من التخلف للتقدم كان في يوم من الأيام بنكتب بأيدينا أو بنكتب بالحاجة دلوقتي بنكتب على الإنترنت والحاجات دي كلها أشياء مكانش موجودة قبل كده وقت من الاعتماد إلى الاستقلال ليه أنا أكل وأشرب وألبس وأركب ليه أنا كل حاجة أعتمد فيها على الاستراد الاستراد هو استعمار اقتصادي استعمار سياسي واستعمار اجتماعي والاستعمار ليس العمار اللي هو الايه يعني احتلال 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 بطريقة الاحتلال الايه والايه السلبي حذاري ان يجي لك حد يقول لك الكوباء دي لما بنشتريها من برة أرخص من اللي احنا هننتج أقول له لا أنا هستثمر في مصنعي هنا عشان السنادة هتكون أغلى بعد خمس سنين هتكون أرخص وعندها الجودة إن أنا هصدرها للمكان ده من الاعتماد للاستقلال ومن التبعية للقيادة أنا تلعوا عمري واحد بشهورك عادي أتعلم علشان أعقودك وأعقود المجتمع بتاعي وأعقود المجتمعات اللي حوالي من السماعة للإستماعة يعني أنا هسمع عشان أتعلم طو بعد ما أسمع هتعلم الناس هتسمعني بس لازم يكون عندي المادة وعندي القدرة وعندي التاريخ وعندي الثقافة وعندي العلم اللي أنا أعلمه كيف تتستمعلي قبلك فأنا ده لحلت اللي حلت اللي تقال ومن التلقي إلى الإلقاء أنا بسمعك كلام وهو بتلقى منك وبتعلم منك آه طب جذلكم الله خير يا سلام يا سلام يا سلام أنا بقى في يوم الأيام عايز أقف وأتعلم وألقي عليكم المحاضرة وأنت يا أيها الشاب وأيها الشابة أنت لو حتعمله كده أنت لو حتعمله كده وأنت لو حتاخده زمام الأمور وأنت لو حتبدره فلذلك أنا بقول لكل واحد فينا وفيكم ها أن أنتم قادرين على وضع مفاهيم جديد للتنمية على وضع تعريفات جديد للتنمية على وضع أتر جديد للتنمية على وضع سياسات جديد للتنمية ليه من خلال رؤيتكم وكل من وضعوا هذه الرؤى في الماضي لم يكونوا بأحسن منكم على الإطلاق ولم يكونوا بأعلم منكم على الإطلاق لأنهم اكتهدوا وأخطأوا وأصابوا من الضياع للرشاد مجتمع ضايع زي ما احنا شايفين في بلاكترا جدا اللي هو المخدرات اللي هو الهيروين أو بيروس ايه ستروكس والاستروكس اللي بيباعه وكده وأصبح كشعادة ليه ده ولا حتى القاتل اللي بيكلوه في اليمن واللي بيكلوه في الصومال واللي بيكلوه في جبوت ده بيضيع عقل المجتمع بيضيع عقل المجتمع فلا بدنا أن أثقف المجتمع اقتصادين حرام أنت بتحرم أهلك وولادك من الدخل بتاعك اللي أنت بتاكله وانت قعب بتندق القاتل اللي بتعمله ده أو غيره والأسف يعني زي ما كانوا فيه في الرياء في التاريخ الحديث اللي اكتشف القاتل في اليمن كان تيس يعني زوج الأخت المعزة فاكتشفها فاحنا ماشيين وراء ثقافة التيس من داعي الرشاد من الفساد للإصلاح فيه فساد في الوزارة فيه فساد في الجمعية فيه فساد في المجتمع فيه فساد فيه فساد حنصلحه لابد نخرج نعمل منظومة لإخراج المجتمع من حالة الفساد دي إلى الإصلاح ومن التنظير التطبيق خلاص كفاية بقى كفاية محاضرات وكفاية تحليلات وكفاية خلاص دبر لي الأمور دبر لي الأمور خلينا إيه نتدبر الأمر الذي يخرجنا من إلقاء محاضرات سفرستائية إلى عمل عمل مجتمعي مهني يفيد المجتمع والنظرية للتطبيق خلاص كفاية نظرية كفاية عادينا نطبق بقى إيه مفهوم التنمية فيه تنمية طبيعية وفيه تنمية بشرية التنمية التنمية اللي هي بتعتمد على تنمية كل الموارد الطبيعية في المجتمع سواء غاز أو بترول أو مياه صالحة للشرب أو مصادر مائية أو زرع أو الحيوانية الصروط الحيوانية إلى آخر معادن كل هذه الأشياء دي كلها أشياء طبيعية فلابد ننميها مفهوم التنمية أن نستخرجها ونستصنعها ونحولها إلى أشياء نصدرها فلنستفيد منها والتنمية البشرية بالنسبة لي أهم لأن أهم عنصر موجود في المجتمع وأهم بنسميه يا ربي وأهم مصدر من مصادر ثروات المجتمع أهم الثروة في المجتمع هو أنت هو أنت أنت كشاب وأنت كشاب المواطن المواطن فلابد أن نستثمر في المواطن في عقل لابد أن ننطور عقل المواطن تطوير شامل في جميع المجالات يبقى التنمية البشرية هي تطوير تطوير عقل الإنسان تطوير شامل في جميع المجالات المختلفة كانت في مجالات العلمية الإنسانية إلى آخرية إلى آخرية وده من خلال نشر التوعية بكل ما يتعلق في المجالات المختلفة اعمل كذا عشان كذا اعمل كذا عشان كذا اعمل كذا عشان كذا يبقى دي المفهوم التنمية أنواع التنمية في سبع أنواع من التنمية زي ما قالت في بعض الأماكن في تنمية شاملة وتنمية مستدامة وتنمية متكاملة وتنمية متخصصة وتنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية وإدارية التنمية الشاملة متعلقة بالنظام اقتصادي أو سياسي كبير على مستوى البلد كلها نقبلك يتم فهم التنمية الشاملة على الشعب كله بأكمله وهو إيجاد حل وتغيير كبير في البيئة بأكملها المحيطة بالشعب يبقى احنا بنغير البيئة المحيطة بالشعب من ناحية السياسية ومن ناحية الاقتصادية التنمية المستدامة هي قدرة على الانتاج مع ارتباط بالنشاط الاقتصادي يعني اللي بيتحكم في الانتاج هو النشاط الاقتصادي اللي عندك وذلك عن تريد استخدام ايه الموارد الطبيعية بتاعتك انت مش الموارد المستوردة يبقى القدرة على الانتاج مع الارتباط بالنشاط الاقتصادي عن طريق استخدام بعض الموارد الطبيعية والتي يتم استخدامها من الارض من الارض من الارض ده مية المتكملة يستخدام بعض الاسري بالعلمية الحديثة التكنولوجية الحديثة في العديد من المجالات الادارية والتكنولوجية من اجل رفع مستوى الاشخاص في حياته اهم حاجة انا بردك نرجع للانسان نفسه التنمية المتخصصة بتخص بعض القطاعات المختلفة في الزراعة في الصناعة في التعدين في السياحة الى اخرى ويتم ارتباطها بالقطاعات الاجتماعية والعمرانية والاقصدية يعني متخصصة في شيء معين داخل تركيبة المجتمع التنمية الاجتماعية وتطوير مكونات المجتمع ايه مكونات المجتمع؟ انا جزء من مكونات المجتمع الجمعية جزء من مكونات المجتمع الجماعة جزء المكونات المجتمع المؤسسة جزء المكونات المجتمع القطاع الخاص جزء المكونات المجتمع السوق جزء المكونات المجتمع الأرض الزراعية جزء المكونات المجتمع فأنا تطوير المكونات المجتمع وأيضا أطرفه بمعنى الأفراد والجماعات والمؤسسة الخاصة والاجتماعية والحكومية يعني من فرد لمؤسسة حكومية ده التطوير بتاع التنمية الاجتماعية التنمية الاقتصادية بيتم إيجاد بعض التغييرات الجاذرية عن طريق بعض العملات في المجتمع بتتخصص في الاقتصاد التنمية السياسية يركز على الأنظمة السياسية من أجل مواكبة ماذا الأنظمة السياسية المتواجدة خارج الدولة افرض أنا مثلا عايز أعمل نظام ديمقراطي وعايز أحتدي ببلد زي الهند أو عايز أحتدي ببلد زي بريطانيا وعايز أحتدي ببلد زي أمريكا أو زي تركيا أو زي فنلندا أو نيوزيلندا أو أي بلد فأنا بحاول نمي للنظام السياسي اللي عندي علشان أيتواكب مع ما أريد أنا أحقيقه سياسيا على أرض الواقع في مجتمعي التنمية الإدارية للشخص نرجع أمريكا تحقق تغيرات الفعالية الجدية في جميع الهيئات الإدارية لتنمية الإدارات المحلية وتنمية المؤسسات الحكومية اللي بتأثر على الشخص اللي هو داخل مثل هذه الإدارات تأثير إيجابي في أخلاقه في أداؤه في قيمه إلى آخر أرجع أقول وهي تحقيق التنمية الفعالية الجدية في جميع الهيئات الإدارية والأسليب التابعة لها ومن ثم التأثير على بعض السكوليات بشكل كامل أرجع أقولهم تاني التمن مجالات دول التمن مجالات لهم دول اللي هم أول حاجة فيه تنمية شاملة فيه تنمية مستدامة فيه تنمية متكملة فيه تنمية متخصصة فيه تنمية اجتماعية اقتصادية سياسية وإدارية فيه تمن أنواع من التنمية طب إحنا عاديين إيه عشان نعمل التنمية اللي إحنا بنعملها دي إيه الأشياء اللي إحنا محتاجينها عشان نقوم بيه تحتاج أول حاجة أول شيء يا شباب أنا دلوقتي بكلم الأخت اللي قاعدة على الشمال دي شايفينها أيوة دي أيوة السلام عليكم والأخ اللي قاعدة على يمين دا السلام عليكم والمجموعة اللي قاعدين دول كلهم كشباب من سن 15 سنة إلى ما فوق إلى حتى 99 سنة لأن الشباب هو شباب الروح مش شباب العمر الإيمان أنا أؤمن أن أنا عندي قدرة على أن أن أنمي نفسي نمرة واحد ونمي أسرتي نمرة اثنين ونمي الحي بتاعي ونمي مجتمعي ونمي جمعيتي ونمي مسجدي ونمي كنيستي ونمي معبدي ونمي مؤسستي ونمي دولتي ونمي 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 يبقى الإيمان أنا عندي القدرة على هذا نمرة حاجة نمرة اثنين اللي احنا نتكلم عنها هي الأسرة التربية داخل الأسرة الأم والأب بيزرعوا أول بذرة من بذور التنمية داخل قلب الأطفال وهم بيطلعوا ينمو هم مثل هذا النمو يبقى الأسرة اللي هي المحضن الأول المدرسة نمرة اثنين الحي نمرة ثلاثة المسجد نمرة اربعة المسجد اللي هو دور العبادة الإعلام اللي احنا نحطه في التلفزيونات اللي بيشوى الصورة اللي بيخلي الشاب مشوش أو مش غير مشوش الإعلام أو الجرائد كل هذه وسائل وسائل التربية اللي هي بنحتاجها علشان ننمي المجتمع وننمي الشخص اللي داخل المجتمع ده السلقة كيف أزرع الثقة داخل أفئدة الشباب والأطفال من بعد ولدتهم كيف أزرع السلقة دي إننا أعطيهم القدرة على أنهم يجربوا ويخطئوا وأحميهم حينما يخطئوا يبقى الثقة أزرع الثقة في النفس عند هؤلاء الشباب وبعدين أديهم القدرة واكتشف مقدراتهم القدرة ومقدراتهم كذلك اللي هي القدرة والمقدرة كل هذه الأشياء بتحتاجنا في التنمية وبعدين يكون عمل بتاعي بسيط البساطة في العمل قبلك البساطة في العمل بالنسبة لمثل هذه الأشياء نمرأ أربعة مساحة الحريات اللي موجودة في المجتمع كلما ازدادت مساحة الحريات في المجتمع كلما ازدادت قدرة الإنسان أو المواطن داخل المجتمع على التفاعل مع منظومة التنمية وعلى أنه يكون إنسان فاعل ومفاعل ومتمكن لكي يحقق منظومة التنمية داخل المجتمع سادة الحردية الأمن والاستقرار هل البلد آمنة هل البلد مستقرة بدون أمن وبدون استقرار لن نستطيع أننا ننمي أي مجتمع من المجتمعات يبقى السبع أو الثاني النقاط الأولى إيمان والتربية والثقة والقدرة والمقدرة والبساطة في العمل وبصاحة الحريات والأمن الصغرار نمي أي التعليم التعليم جزء محوري أساسي في أي عمل داخل المجتمع خاصة في التنمية يبقى التعليم هو محور أساسي في في بناء منظومة التنمية داخل المجتمع نمي أي تسعى أن نبني بناء مؤسسات مجتمع مدني مستقلة ومجتمع مدني قوة يعني لا بد نعمل مجتمع مدني قوي ومؤسسات مجتمع مدني مستقلة لأنهم دول حيكونوا وسائل تحقيق عناصر التنمية المختلفة اللي بتبدأ من الفرد وتنتهي بالحكومة بدون وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية ومستقلة وقتها عن مدني قوي ومستقل لن نستطيع بل سنتعثر في تحقيق منظومة التنمية داخل أي مجتمع التدريب والتأهيل والتمكين أنا بدرب عشان إيه؟ وبأهل عشان إيه؟ عشان أمكن أمكن عشان أعد بعض الأجيال عشان تقود هذه المجتمعات في المستقبل يبقى التدريب والتأهيل والتمكين بيكون دائم من المدرسة إلى المؤسسة ومؤسسات الحكومة بناء الشراكات والتحالفات أصبح دلوقتي علينا أصبح إلى هنا أن فرض عين أن نبني تحالفات ونبني شركات نبني تحالفات ونبني شركات ما فيش أي مؤسسة تستطيع أن تعمل 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 وحدها التحالف والشركات هم أساس العمل بناء الأسواق الشعبية المحلية علشان نحرك حركة السوق وب Hence lam睛 نبني الاقتصاد المحلي نبني الاقتصاد المحلي ونحرك حركة السوق داخل المجتمع تشجيع التعليم الحرفي والمهني والمواهبي يعني فيه التعليم التقليدي اللي احنا عارفينه ثم فيه تعليم حرفي ثم فيه مواهب نكتشفها ثم فيه مهنيات نسقلها لان المجتمع مش فقط جمعة ومش فقط معهد ومش فقط دراسات عليا لا فيه ناس تدرهم في المجتمع في الحرفيات والمهنيات اهم بكتر جدا او يوازي دور الاكاديميين والتطبيق تجارب التطبيقية اتعلم من اخطائي ومن تجاربي واتعلم من تجارب الاخرين اطبق كل ما عندي مش بس اتكلم عن التجارب دي كشيء نظري اصلي في امريكا عملوا كذا اصلي في اليابان عملوا كذا اصلي في روسيا عملوا كذا لا وبعدين اطبق اللي عملوه هل اللي عملوه هناك في امريكا وفي اليابان وفي روسيا وفي تركيا وفي سنغافورة يعني اول حاجة يحتاجه وطني تاني حاجة يعنى يستوعب وطني ولا لأ تعلم من تجرب الاخرين ده بد ان انا اتعلم من تجرب مبدأ لا ابدأ من حيث بدأ الاخرين ولكن ابدأ من حيث انتهى الاخرين يكون في مؤسستي فيه تتابع قيادي اعرف ان الشاب ده اللي عندي داخل مؤسسة ممكن ان في حضران عشرين سنة يكون عنده امل يكون هو رئيس المؤسسة او خلال عشرين سنة يكون عنده امل لكن اما كون انا عامل هيكل صلبة غير متحركة غير قابلة لنمو الشباب داخل هذين هياكل يبقى لن استطيع احول هذا الشاب من مجرد ان الموظف صغير الى ان يصبح رئيس المؤسسة داخل المؤسسة تتابع القيادة المؤسسة اكتشاف القدرات والمواهب البشرية مين اللي ها اكتشافها من غير ما اكتشف القدرات والمواهب البشرية واشجعها واستثمر فيها مش حاجة لنامي كل هذه مطلبات للتنمية عدم الركون والاحباط واليأس يعني خلاص بقى مش حنقدر نعملها ما عندناش امكانيات احنا فشلنا احنا كزا ايه فشلنا مبالح لكن هننجح النهاردة هننجح النهاردة بقى انحنتقدم بكرة وحنبدأ بعد بكرة وحنكون احنا مصدرين وحنحن مصدرين لكل هذه الاشياء فيما بعد فده اللي هم نتكلم فيه ان نبني اقصد محل بتاعنا معتمدين على انفسنا تماما مش معتمدين على الاخرين اما انا بتكلم عن الاقتصاد محلي بتكلم عن ايه بتكلم عن الامكانيات المتاحة اللي احنا بنتكلم عنها واخبرك اللي هي ما بتكلفناش الكثير الاهتمام بالثروات الحيوانية والزراعية عندي شيء موجود تحت رجلينا. لان راحنا نجيب من برا وانه ممكن ينمي مثل هذي الثروات الاقتصادية والثروات الحيوانية والثروات الرعية. تمكين الشباب والنساء. تمكين الشباب والنساء بمعنى ان هم دول الثروة. هم دول سبعين في المئة تبعين في المئة المجتمع. يابد ننسي اسمه فيهم عدم الاقصاء المجتمعي لاي حد. عدم الاقصاء المجتمع الاهل. بارجع اكرر اللي هو نحتاج ايه لعشان نحاق التنمية. نحتاج امام. نحتاج انظمة تربوية بتبدأ من الاصرة. نحتاج ذرع الثقة في المواطن. نحتاج بناء القدرات داخل المواطن نفسها. نحتاج الى مساحة من الحريات داخل المجتمع. نحتاج الى ان يكون مجتمع في امن واستقرار. نحتاج للتعليم. نحتاج للتدريب والتأهيل والتمكين. لبناء الشراكات وتعالفات. بناء الاسواق المحلية والشعبية. تشجيع التعليم الحرفي والمهني والمهيبة. التجارب التطبيقية اللي احنا نخش فيها. التعلم من تجارب الاخرين. التتابع القيادة المؤسسة. اكتشاف القدرات والمهيب البشرية وتشجيعها والاسمر فيها. آآ آآ عدم الركون والاحباط واليأس. التعيادة تدوير المقدرات والمخلفات. بناء الاقصاد المحلي. الاهتمام بالثروات الحنوانية والزراعية. تمكين الشباب والنساء عدم الاقصاد. ارجع اختم في عجالة واقول ايه في العجالة دي. اقول في هذه العجالة شيء واحد. انا بركز فيه نهاردة جدا جدا جدا. انت ايها الشاب. وانت اياتها الفتاة او المرأة او انت او الرجل او انت المرأة. بتعمل ايه? انتم عندكم القدرة. عندكم القدرة على ان انتم تكونوا صناعة تنمية. عندكم القدرة على انكم انتم تكونوا صناعة تغيير. عندكم القدرة على انكم تكون انتم مبدعين. عندكم القدرة على انكم تكونوا مكتشفين. عندكم القدرة على انكم تضعوا تعريفات جديدة واتر جديدة وسياسات جديدة ونظريات جديدة في مجال التنمية وفي كل مجال في المجتمع فلماذا ناثق في أنفسنا حاول وحاول وجرب وإفشل 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 أو إفشلي وبعدين حنصل للنجاح لذلك الكلام اليوم مش على كلام أنا أو بقوله كقرآن ده كلام أنا كتبته في 90% أنا كتبته واختزلت بعض الأشياء من التعريفات أو الصناف التنمية من الصفحات في جوجل لكن في الأصل فيه إن أنا خطابي لك أنت يا شفتا لا تحبطي لا تجعلي أحد يدوس لك على قدم ويعزلك على المجتمع وإنت أيها الشاب لا تتأثر بما يقال من إحباط لأن الذي يحبطك هو الذي يريد أن يستغل طلوات بدنك يعني نحن ممكن لك أنا محطت إدتك الخيار في الأول تنمية أو تمشي عريان لا مش حمش عريان مش حارض نفس الاغتصاب مش حارض نفس الاتهامات مش حارض نفسي كازر 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 بالعكس أنا حخش في التنمية وأتحدى وأبني وأحاول إن أنا من خلالي أنا كشاب من خلال رؤيتي أنا كشاب أو كشبة من خلال إبداعاتي أنا كشاب وشبة من خلال إطرعاتي أنا كشبة وشبة من خلال إيماني أنا كشاب أو شابة حستطيع أن أنمي بلدي لأن أنا أحب بلدي وأمم بلدي وأعتقد أنني سأجعل بلدي هذي أو مجتمعي هذا أو جمعياتي هذية أو حزبي هذا إلى آخره إلى آخره إلى آخره هو أحسن المؤسسات الموجودة في الدولة وشعبي هو أرقى الشعوب الموجودة في الدولة إلى آخره فبالتالي نختم ونقول التنمية بين يديك التنمية بين يديك أنتم القادرون قدرة كاملة وشاملة على إحداث التغيير المجتمعي لست أنا كل واحد فينا قادر إن توفرت فينا عناصر الإيمان والثقة وأخذنا بآليات بنائش أخصية والتكوين لي نحن والتعلم والتعليم والاستفادة من تجربنا وتجاري الأخرين وعمل الشركات بيننا ومعدنا جزاكم الله خيرا وأشكركم وعلى حسن استماعكم اليوم ونراكم إن شاء الله الإسبوع القادم ومن أراد أنه يتابعني خاصة على اليوتيوب في كل الكلام ده موجود في اليوتيوب وممكن أن أنتم تشوفوا حوالي 700-800 محاضرة بالعرب والإنجليزي موجودة على اليوتيوب إذا اليوتيوب أو التويتر أو الفيسبوك وكذاكم الله خير وشعبان احنا في شعبان شعبان كريم ورمضان كريم وأيام كريمة علينا جميعا علينا وعلى أخواننا غير المسلمين في كل مكان وفي كل زمان في العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا